بين 33 و 99 خرزة اعتاد المصريون أن تطوف أيديهم هذه الصبحة وهم يرددون أذكارا لا تنقطع مع قدوم شهر رمضان المبارك فلا يمكن لزائر منطقة الأزهر الشذيف وحي الحسين في قلب القاهرة الفاطمية إلا أن تسقط عينه على المحلات التي تتراصل تبيع الصبح وتروج تجارتها في الشهر الكريم حتى مع اختلاف أنواعها وتنوع أسعارها فيه أنواع أحجار كثيرة مفضلة في السبح زي الفروز السبح الفروز من السبح الجميلة طبعا مفضلة في السبح السبح المرجان، الكهرمان، فيه سبح لها ريحة زي الكهرمان، المستيكة، الفطران كريستان بيبدأ من 15 جنيه والتطالع العيق بيبدأ مثلا من 80 جنيه والتطالع برضو كلا حد 200-250 والفروز بالجرام لا يعرف تحديدا تاريخ ظهور صناعة السبح في مصر غير أنه كان لسمها وجود في العهد الفاطمي وفق روايات غير رسمية وبدأت صناعتها منذ مئات السنين حتى تصل السبحة إلى صورتها النهائية هذه تمر بمراحل عدة داخل ورش تعمل على صناعة الحبات بشكل جمالي سبع مراحل تعيشها السبحة بين يدي شكري تبدأ بتقطيع المادة الخام ثم مرحلة التقريط وصولا إلى المرحلة السابعة التي تتكون فيها السبحة من 33 خرزة وتسمى ثلث أو 99 خرزة وتسمى الألفية فيه ناس بتاخذ الشهور دوت وتعاموا تتعاموا بالفضة وتتعاموا بالدهب وتعاموا بالأحضار الكريمة وكل حاجة فهو السبحة بتبقى كذا شكل يستطيع صانع السبح أن يصنع من عشر إلى عشرين سبحة يوميا إذا كانت عادية أما ما تحتاج إلى تطعيمات فيستمر العمل في الواحدة ثلاثة أيام متصلة لذا فهم يتعاملون معها على أنها فن أصيل لن يندثر حتى مع قدوم الزمن كريم شيخ الغد القاهرة